زي ما في حاجة نقصك زي ما في حاجة معك ومش مع غيرك مش دايما كل اللي بتتمنى بيحصل او بيكون لك نصف فيه علشان كده هي دي الدنيا لكن تأكد ان كل حاجة مكتوب لك هجيلك عليك السعي والباقي يسيبه على ربنا وهو اللي يرديك ويرزقك بأحلام مما كنت تتمنى وعايز اقول لكه انكوا حشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت وقيلكم النهاردة بقصة جمدة جدا تعالوا بينا ناخد عشر حسنات ونصلى على سيدنا محمد عليها افضل والصلاة والسلام وما تنسوش تدعموني باللايك وكمنت الحل ويلا بسرعة بسرعة ندخل ونشوف قصتنا بتتكلم عن ايه بتبدأ حكايتنا مع يسين وانجي اللي كانوا بيتكلموا فهو استحلمنا رومانسية حبيبي ايه رأيك لما نسافر اي مكان بعيد مكان جديد كده نحتفل ببعد جوازنا والله فكرة حلوة يا حبيبتي اي رأيك لو نروح المانيا ونتفسح حنات ونقضي وقت حلو وبالمرة كمان نشوف دكتور ده حتى اشرف كان بيقول ان هناك دكتور ممتاز جدا وهو بنفسه كان والله بقى هنسافر علشان نكشف وانا كنت بفكر في ايه وانت بتفكر في ايه يا يسين مالك بس يا حبيبتي اتعصبت ليه هو انت يعني مش نفسك يكون عندنا طفل انجي حبيبتي انا بحبك ومنها يكون عندي طفل منك يا يسين لو سمحت بلاش مرغوة انت عاوز طفل علشان انت عاوز طفل سيبك بقى بتحبني ولا ايه اللي انت بتقوليه ده يا انجي بقى انا مش بحبك ده انا عمري ما حبيت غيرك انجي انت النفس اللي بتنفسه وانت عارفه وانت يا يسين عارف اني بحبك بس ارجوك بلاش تكلم في الموضوع ده تاني واقفله اقفله ازاي بس طالما في ايدنا فرصة نضيعها ليه يا يسين يا حبيبي هو انت مبتزهقش ما احنا رحنا للدكتور قبل كده وقال لنا ان المشكلة اللي عندك مالهاش علاك وعلشان دكتور قال ان المشكلة اللي عندي مالهاش علاك يبقى نسكت طب خلينا نغرب ونشوف كلام دكتور تاني ما جاهز الدكتور الاولاني ده تشخصه غلط انا مش فهمة مش فهمة ايه الاسرار اللي عندك ده هو انت كل السنين دي ومش رضي تقتنع ان المشكلة عندك متخيل مثلا اننا لما نجرب دكتور تاني ونروح لدكتور تاني هيقول المشكلة عندي انا وانت لأ انا ما استغربك بجد وليه لازم المشكلة تكون عندي او عندك ما جايز تكون مشكلة بسيطة وتحل بالعلاج تم احنا بقالنا كذا سنة بناخد علاج انا وانت وما فيش اي حاجة حصلت لو كانت المشكلة هتتحل كان زمن هتحلت ياسين انت لازم تكون راضي بالامر الواقع ده ناصبنا انا عن نفسي ما فيش عندي اي اعتراض ورادية ورادية من يوم ما عرفت اننا مش هنخلف انت ليه بقى مش راضي مين قالك اني مش راضي انا الحمد لله راضي على كل حال بس ليه ما ناخدش بالاسباب ليه ما نحولش مرة واثنين وعشرة وخصوصا اني مش مقتنع بكلم الدكتور اللي خدتنا ليه اصلا ياسين هو انت بتلمح لي ايه بالزبط انا ما بقتش فهمك بصراحة بلما حلي ايه وزفت ايه بقولك مش مقتنع بتشخص الدكتور ايوه ما هو معناك كلامك ده ان كلام الدكتور مصح يعني انت ما عندكش مشكلة يعني المشكلة في ايه انا مش ده اصلاك ولا ايه لا ده انت غريبة بجد على فكرة مش قصدي ابدا انا عارف ان المشكلة في ايه انا بس كمان حاسسيني في امل حاسسين حالتي مش ما يقص منها زي ما قالوا الدكتور يا سين حبيبي احنا ميرتحين ومبسطين مع بعض ومش نايسنا حاجة ارجوك ارجوك ارمي اي حاجة تانية ورا دهرك بصراحة انا كل ما بتقولي لي كده بندهش يا انجي مش قادر اقتنع اني في واحدة ستة في الدنيا مش ماله وفعل ولاده لخلفة دي جميلة اختي لما تأخرت اول سنة في اول جوازها ما سابتش دكتور في مصر ولا خارج مصر الا لما كشفت عنده مع ان كلام الدكتور كله كان متطمن وانها مسألة وقت لكن مع ذلك كانت قال انا انتي لي بقى مش مهتمية بالموضوع خالص اوف لاني لو اهتميت عصبها تتعب ونفسيتها تتعب اكتر يا ياسين ياسين يا حبيبي احنا لازم نردب اللي ربنا قسموا لينا الخلفة والولد مش هما اللي هيجبوا لنا السعادة واحنا الحمد لله عايشين ومرتحين ومبسوطين مع بعض يبقى لي بقى انك كده على نفسنا بأمور تفه تفه الظاهر انه الأمور التفهة دي فعلا انا اللي مدلها اكبر من حجمها عن اذنك هالفين خرجة شم شوية هوا تامها وخرج وهي فضلت تتنطط بغي زو تقول وبعدين يا انجي شغل دماغي هتعملي ايه لو صمم انك تسفره برة تكشفه داعتها اكيد هيعرف وهيبان اني بتحكها لكل السنين دي ولا فيي انا لا اكيد مش هيحصل حاجة ايوه انا عارف يا ياسين اخره بس يتكلم وانا بعرف السيطرة لي كويس وان شاء الله هتعدي ان شاء الله خرج يا ياسين وتلفون نورا برقم عمه فارده وقال ازاي حضرتك يا امي ازايك يا ياسين ايه يا امي ما لصوتك انت تعبن ولا ايه انا تعبن جدا يا ياسين ومحتاج اتكلم معك شوية حضر يا امي انا تحت امرك هفوت عليك حالا في انتظارك راح ياسين لعن دعمه وعمه استقبله بتعب ملك يا امي حاسس بايه بين عليك انك تعبن جدا اسمعني يا ياسين انا بعدتك يا ابني علشان مليش غيرك بعدتك لاني بعد تبرك ابني اللي ما خلفتوش خير يا امي اللي اقتني بكلامك ده اسمعني يا ياسين انا بقى لي فترة تعبن ومخبع لي اسم من بنتي لانها زي من تعرف بتقلق وبلهبين شغل لكن للأسف ما بقى شي ينفع خبع لها اكتر من كده انا اكتشفت انها عندي ورم خبيس في المرحلة الاخيرة يعني خلاص ايامي في الدنيا معدودة علشان كده انا جبتك علشان تساعدني ابلغي يا سمين لحضرتك ما قلت ليش يا امي من الاول من اول ما بدأت تعبن كنت هاردك على احسن ده كترة ولحقنا حالتك قبل ما تتدهور اهو اللحظة يا ابني دي اللي مكتوب لنا ومقدروا ربنا اسمعني يا ياسين انا جبتك النهار ده يا ابني علشان تساعدني وعلشان حاجة كمان حاجة حاجة ايامي سوقت عمو اللحظات انت عرف انها كانت متعلق بيها قد ايه وملهج غيري علشان كده انا خايفة عليها اوي لقدر الله هيقرأ لحاجة هتعيش لوحدها ازاي وهي ما تعرفش حد ما تقولش كده يا امي ربنا يدك الصحة ويشفيك ومحدش ياخد باله من ياسمين ويرعها غيرة اوادني يا ياسين اوادني هتخلي بالك من بنت عمك وتحميها اوادك اوادك يا امي انجي كانت عملة ترنالي ومش بيرض وعملة تتخيل بتكلم نفسها وتقول هيكون راح فين مش بيرض علي ما اقول زال مني ومش هيكلمني ممكن مايرقاش الليلة لأ لا يكون راح لدكتور من ورية لتبقى نصيبة معنى ها ان كل حدي هتنكشف الباب تفتح ودخل ياسين اول ما شفته طلعت تقرالي وحضنته بتقول ياسين حبيبي حضنها وتنهد بتعب اتأخرت كده ليه انا قلقت عليك مت من الخوف خفت تسمني خفت اخسرك يا ياسين انجي ايه دي انت بطاية كده ليه ومكبر الموضوع ايه دي يا روحي انا هو جنبك ومستحيل اسيبك ابدا مهما يجح كنت فين وروحت فين كنت عن دعمي هامك ليه بعدين هحكيلك انا حاليا انتعبا جدا ومحتاج اخد الشوار تاح تعالي يا حبيبي تعالي انا ساعدك ترتاح يلا وبعد مدة كانت بتعمل له مساجو بتقول وبعدين ولا قبلين ده كل اللي حصل ومش عارف اعمل ايه وفقر اعرضه على دكتر برة متاخر اوي القرار دي يا سين طالما الورم في المرحلة الاخيرة يبقى ملوش لازمة السفر والبهدل عالفادي طبعا اعمل ايه بس يا انجي هسي بيموت بالبطيء قدامي اهدى يا حبيبي اهدى وان شاء الله كل حاجة هتتحل المهم دلوقتي انت تقوم ترتاح انت تعبت النهار ده انجي حبيبتي انا عارف ان وعتك اننا هنسافر نحت في البعج دا وزنا بس ايه كلام اللي بتقوله ده يا حبيبي ده مش وقته خلص دلوقتي اهم حاجة دلوقتي نتمنى على عمي وبعدها كل حاجة مقدرة عليها متشكر جدا يا حبيبتي يلا يا حبيبي نم ورتاح تسبح على خير راح فورا في النوم وهي بتكلم نفسها بهمس وبتقول من الواضح انت تعب عمك ده جا في الوقت المناسب لو لا ما كنتش خلصة من الورطة السفر دي ربنا يصدر وبعده مرور يومين راح ياسين علشان يزور عمه بيخبط فتحت له ياسمين وبتبكي بينهيار ياسمين عمي ماله قرر له ايه طلع يجري على جوا بخوف لكن اتنهت براحة لما شاف عمه نيمة على السرير ياسين كويس انك جيت ياسمين ملهمه نهاره حضرتك كويس حاسس بحاجة اجيب لك دكتور هيفيد بيه الدكتور يا ياسين اسمعني يا ابني الطلب اللي هطلبه منك دلوقتي انا عرف انه هي اصدمك وعرف انك هتشوفني اناني وبفكر في مصلحة بنتي وبس لكن انا عندي امل انك تفهمني كويس طلب طلب ايه يا عمي قولي انا سمع ياسين انا خلص يابني حاسس اني يومي اقرب قوي بس خلاص اقبل ابوك الله يرحمه وجدك وجدتك كلهم حاسس بهم حاسس بهم حولي بس خايف خايفة متوسط بياسمين ياسمين من ساعة معرفة بتعبه وهي منهارة حالتها سيئة جدا لو مت مش هتعرف مش هتعرف تعيش لوحدها دو منطوية جدا وملهش ايرتبط بحد ومش هتعرف تعيش لوحدها ابدا علشان كده انا قلبي وجاني عليها علشان كده انا كنت انا انا عاوزك تتجاوز ياسمين ايه اسمعني يا ياسين انا عارف انك بتحب مرتك قوي وعارف انها كمان بتحبك جدا جدا بس صدقني انا مش عايز منك حاجة ولا عاوز تعمل لها فرح ولا تجيب لها بيت ولا مهر ولا شبكة ولا اي حاجة انا مش طالب منك اي حاجة تقدمها البنتي غير انك تحميها وتكون جنبها علشان تعمل كده لازم تكون قريب منها لازم تتجاوزها ارجوك يا ياسين ارجوك يا ابني ما ترفضش طلبي خلينا قابل وجه كريم هنا مرتاح ياسين كان في موقف لا يحسد عليه وقدام اسرر وإلحاه عمه اضطر يوافق حضر يا عمي هامل لك اللي انت عايزه مش يا ياسين من عند عمه بعد يلحح انه يروح الصبح مع للمأزون علشان يكتب كتابه عليها نزل من بتعمه وركب عربطه هو مهمم وحزين جدا جدا وبيكلم نفسه بيقول مستحيل مستحيل قدر اعمل في انجي كده انجي لوارفت بحاجة زي كده قادمت من حصرتها اصلا بس وبعدين يا ياسين انت وعدت عمك وعدت واتفقت معه انك هتكتب كتابك عليها الصبح طب وازاي وانجي انجي لازم تعرف طبعا لازم تعرف يا رب سايدني انا مش عارف اتصرف ازاي اتحرك بار بيته وراح على البيت وكانت انجي في انتظاره اول مواصل حضنته قيلت حبيبي وحشتني طم مني عمك اعمل ايه طابن جدا طب وبعدين نوالة ايه اه نوالة ايه فعلق عمك هتعمل ايه اه مش عارف مش عارف يا انجي انا لازم اتكلم معك في حاجة مهمة ده انا اللي ما استنيك علشان اخد رأيك في حاجة مهمة جدا حاجة ايه دي شوف كده ايه رأيك في القلي ده ولا التاني قلي ايه وبتاعي بس دلوقتي يا انجي حبيبي انا عارف انك مهموم بس بليس انا محتارة ومش عارف اخو القرار هاي دميلاد كريم عن صاحبتي كمان اسبوع وانا لحد دلوقتي مت شوية شكرا يا حبيبتي يلا علشان نفتر وبعد ما نفتر حابة نتمشى شوية بقلنا كتير ما خرجنا السوا مش هينفع يا حبيبتي النهاردة ليه ورايح حاجة مهمة حاجة ايه رايح لعمك اه ايوة رايح لعمك خلاص يا حبيبي مش مشكلة نأجلها اهم حاجة نتطمنها لعمك ابتسم لها ومن جواه نفسه يصرحها بالحقيقة لكن مش متجرع كان بيفكر وبيبص لها وهو حاسس بالزمن ملك يا حبيبي هايسه قول حاجة انجي انت عارف اني بحبك ولا لأ طبعا يا حبيبي انا عايز اقولك حاجة قطعت اللي فونو اللي رنب رقم عمو مين اللي بيرن دعمي اكيد عايز حاجة مهمة رد علي لا خلاص انا هارح له وشوف عاوز ايه اكي يا حبيبي طيب ياسين مش هتقولكن تايز سؤول ايه لا بعضين بعضين هقول على راحتك راح ياسين عند عمو ومعاه المأزون وكتب الكتاب عمو قال ياسين سمحني يا ابني انا عارف ان الخطوة اللي اخدتها مستهلة وعارف انك هتواجه مشكل كتير بسبب جوازك من بنتي بس ما كانش قدامي حل غير كده ياسين مالهج غيرك يا ياسين ياسين بيطبطب على عمو وبيقول مالش دعو الكلام ده يا عمي ياسين من لحمه ودمه وانا اولى واحد برعايتها ومن اللحظة دي بقت مراتي يعني اتطمن يا عمي هي مش لوحدها خلاص ربنا يبرك فيك يا عمي ويحفظك ما تتصورش انا اتطمنت دلوقتي ازاي دلوقتي موت وانا مرتاح بعد الشر عنك يا عمي ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة تليفونه رنف قال عمي انا مضطرة استأذن دلوقتي عندي مشوار مهم لو احتقت اي حاجة كلمني فورا متشكر يا عمي كلك واجب مع السلامة خرج علشان يمشي فشاف ياسمين اعند الوحدة هبتبكي بين كسر اول ما شافته وقفته قلت ياسين انا معلش يا ياسمين مش وقته دلوقتي انا مستعجل عن اذنك ما صدق خرج مين بتعمه تحب نفس طويل جدا كأنه كان حابس الهوك وصدره ركب غربيته وتحرك وهو بيرن على انجي اه يا حبيبي طمني عملت ايه اه عملت ايف ايه اتطمنت على عمك اه ايو ايو شفته هو عمل ايه قويس الحمد لله طيب رجال بيد دلوقتي ولا عندك شغل ايو عند شغل باللهاجة اوكي انا في البيوت سالون بامل شعري تمام تمام يلا باي مع السلامة قفلت معه وبصت لكريمان صاحبتها وقالت ها كمليلي يا شريرة يا بنتي طالما خايفة اوي كده ان ستركين كشف يبقى ما فيش غير حل انك تعمل لها اقول لك عليه ده دوا بيسبب العقب تحطي له منه كل يوم في الاكل او العصير وبعد فترة هتبدأ انت يجد بان وبيكن هو فعلا بقى عنده مشاكل تمنع الخلفة وقتها لو لقتي لسه مصر انك تغيروا الدكتور تقول له ماله واي تحليل هتعملوها هتثبت انه فهلا عنده مشاكل تمنع الخلفة يا بنتي لا تعيدني والعيرك الهم تايني وتايلك بسيطة اهي لا بجد برافو ارفع لك القبعة شابو يا بنتي ايه ده ابليسة الحق علي اني بفكر معك بتفكر ايه ده انت تلعتي استاذة ورئيسة قص افكر ما تخترش على بل الشيطان نفسه افهم من كلامك انه عجبتك الفكرة وهتنفذيها هاجبتني اه بس مش هنفذها وليه بقى يا بنتي انا في غناء عن كل ده انا بارفو ازاي يخلي يسقط وينسى الموضوع ده وبعدين بصراحة انا مايهنش علي اعمل فيه سين حبيبي كده طب يا احناينا بكرا نعود على الحيطة ونسمع الزيتة بس يا بلدي حيطة ايه وزيتة ايه قسرة فيكي قولي اللي انا جايبه لك ايه ده بجد طب وريني وريني فضل يا سيتي كل سنة وانت طيبة ايه ده واو ده لي انا ايوة ليكي حبيبتي ميرسي جدا يا روحي زوكي جنة مبسوطة انه عجبك انا هقوم بقى علشان لازم اعمل شعري وارجع البيت قبل ما ياسين يرجع يلا باي بيا روحي ياسين كان واقف قدام البحر بار بيته بيكلم نفسه بيقول ايه اللي عملت في نفسك ده ياسين ما كانش لازم توافق اي نعم هو عمك وهي بنت عمك بس بس انجي زنبها ايه زنبها ايف ده كله زنبها ايه في يوم وليلة تلاقي واحدة بتشاركها في جزة انا مقدرش ازلمها بالطريقة دي انجي ممكن تموت من القهر لو عارفت علشان كده انا لازم اخب عليها ايوه ماينفعش تعرف انت جوزت تليفونه رنب رقم ياسين ورد فورا وكانت بتبكي بينهيار وقالت ايه ياسين ياسين بابا مهد مات ياسين خلص اليوم والدفنة والعزة انجي بتسلم على ياسين وبتقولها البقى قولها ياسين دوم الله اكيد مش محتاج حد يقولك من النهر ده وريح لو احتاجت اي حاجة ما تترددش يا ياسين ياسين زي اخوكي طبعا كلمي في اي وقت متشكرها ياسين يلا يا حبيبي يلا انزل انت وانا جاي واركي هوا نازلت انجي وياسين كان واقف مع ياسمين هو بيقولها البقى قولها ياسمين وده مم الله انا همشي دلوقتي وهفت عليك بكرة الصبح قبل ما اروح الشركة ما احتاج حاجة متشكرها لو احتاجت اي حاجة كلميني في اي وقت وانا جيلك ان شاء الله عن اذنك مع السلامة ممشي ياسين وهي قفلت على نفسها الباب بخوف دخلت نامت على سرير ابوها وفضلت تبكي بخوف شديد وهي بتقول انا خايفة خايفة او يا بابا تبتني لي يا بابا ومشيت ما انت عارف اني مليش غيرك عارف انا بخف اوضل وحدي بخف انا من لوحدي انا خايفة او يا بابا فضلت تبكي لحد ما راحت في النوم اما عندي ياسين ياسين كان شارت باله مع ياسمين وهو عارف انها بتخافه جبانة عم وحكاله لكن غصبا عنه ما كان شين فايعود معها كان حاسس بالزم وقلقنا لها حبيبي ياسين نعم هتفضل كده كده ازاي ومش شايف حالتك المفروضة بقى ازاي يا انجي انتي مش وغدة بالك اني عميمة النهاردة ولا ايه يا حبيبي انا عارفة ومقدرة احساسك بس صعبا علي اشوفك في الحالة دي معلش يا انجي انا مش قدرة تكلف تصبح على خير نام وهي تنهد بديق ونامت ياسين طلل للباله مشغول على ياسمين اول ما طلع الصبح رح لها خبت ما فيش رد خبت تاني تمع صوت واطبي يقول مين افتحي افتحي يا ياسمين انا ياسين ياسمين فتحت فورا اول ما شفت حضنته بخوفه لهفة لدرجة انه استغرب وقال فيه يا ياسمين مالك دخل وقف للباب وكانت بتترعش فقال مالك انت تعبانة لا ام المالك اصلا اصلا انا بكيت وهي بتقول اصلا كنت خايفة اوي وانا اعدل وحني علشان كده اول ما انت جيت حصت ان الروح دبت فيها تاني اتناهد وزعت احسازه بالزم وهو بيقول انا اسف يا ياسمين انا عارف اني ما كانش يفع سيبك لوحدة بس انت فهمها ما ينفعش يسيب انجي انا عارفها اضلعت انا جابلك شوية حاجة للتلاجة علشان ما تحتاجش اي حاجة ايه ده يعني انت كده هتبطل تيجي لا ما تقلعيش انا هفضلك اتطمن عليك كل يوم انا بس قلت اجيب لك حاجة بزيادة تبقى هنا اه ماشي ياسمين اسمعيني مش عايدك تقلقي من حاجة ولا تخافي ابدا اتفقنا اتفقنا ما تخافيش البيت اماني انت اقفل على نفسك وحاولي الهي نفسك في اي حاجة ولو احتجتيني هتلاقيني عندك حتى قبل ما تفقر يتطلبيني اتفقنا اتفقنا انا هاوي استمشي مش كده انا اسف بس غصبين عني عندي شغل مهم ولا يهم افتعليك بالليل ما تقلقش من حاجة اتفقنا اتفقنا سلام نزل من عندها للشركة وفضل طول اليوم شغل لاخر الليل لدرجة انه نسيف وتاليها ورجع على البيت انجب تستقبله وبتسمى وتقول الحمدلله على سلامتك يا حبيبي الله يسلمك انا عارفة انك اكيد رجعك عن علشان كده محضره لك عشان انما ايه ممتاز لا لا انا مش ادرك انا كلت في الشركة انا جعل نوم ايه ده يعني مش هتوض معي ما علشي حبيبتي انا محتاج انام جدا اصبحها لخير وسبها ونام اما عندي ياسمين كانت قاعدة في سرير ابوها وهي محوطة نفسها وبتبص حواليها بخوف وتكلم نفسها وبتقول هو اللي ياسين مجاش هو قال لي انها يفوت عليها ما اقول كسل يجي ولا نسها انا خايفة يارب النور ما يقطعش وانا عادة الوحدي فجأة لخايفة ما انه حصل وقطعت القهربة فضلت تترقاش بخوف وفتحت كشف الموبايل قاعدت تبكي وهي بتقول مش لو كنت معي دلوقتي يا بابا كنت تتونس بيك ياريت نوتن كمان بدل معيش الوحدي اما عندي ياسين اتفزع من نموه وبيقول ياسمين انجي اللقيت على حركته وبتقول ملك يا ياسين ملها ياسمين ها ابدا ما فيش انت كنت بتحلم بيها ولا ايه انا فعلا حلمت بها حلمه مش كويس يا ستر يا رب ان شاء الله يكون خير ان شاء الله انت اي مرايح فين هتتصل بها هتتصل بها السعر بعالفجر جايز تكون محتاجة حاجة او وقعف مشكلة والله هو علشان حضرتك حلمت حلمه مش كويس تبقى هي وقعف مشكلة فعلا قرأي يا انجي ما انت عرفة انها بنت مسكينة وقعدل وحدها خلينا اتطمن عليها دي مهما كان امنة في الافتي اتفضل يا استاذ ياسين اتفضل قوم اتطمن عليها براحتك خد تليفونه واتصل عليها ردت فورا وهي بتبكي فقال ياسمين انت كويسة لا انا مش كويسة ابدا انا قادل وهني والكهرباء قطع وكمان مرعوب طب اهني ما تخفيش وانا هتصرف ما سفت السكة وكون عندك قفل معها انجي وهي بتبصله بعصبية سيادتك بتقول رايح فين رايح لها دلوقتي البنت عادفت ضلمة ومرعوبة هي حرام عادفت ضلمة ومرعوبة تقوم تروح لها السعر بعالفجر هو انت بتستعبط ولا ايه جرائيا انجي ما تقبر دماغيك شوية في ايه لا مش هقبر دماغي يا ياسين ومش هستبك تنزي لا مش بمزاجي لا بمزاجي لو نزلت يا ياسين دلوقتي ورحت لها هترجع ما تلقينيش انت تجني انت انت اكيد مش هتغيري من حيث تعيله صغيرة زي دي اغير انا غير اغير اللي ان شاء الله هو مين مين لما انت مش غيرانا مش عاوز انا اروح لها ليه لانه ما ينفعش الاسباب كتير اسباب زي ايه بقى لا ما هو احنا اكيد مش هنفضل نتناقش في الاسباب دي دلوقتي انا عاوز انام واظن انت كمان كنت بتقول جع النوم ايه اللي حصل فجأة فقمت ما بقيت شايز تنام هاوز تنزل تروح للبرنسيسة بنت عمك لا انا بجد مش مصدق البرنسيسة بنت عمتي ابوها مية مبارح يعني المفروض ان اكون جنبها دلوقتي اكتر من اي وقت فات طب يا حبيبي نمو بقرا ان شاء الله ابقى روح اقف جنبها زي من تعاوز تليفونه راني فقالت ايه البرنسيسة بتاتصل تستعجلك اسكوتي مش عايز اسمع صوتك لا حد ما رد عليها ايوا يا اسمين ايوا يا اسمين راني تالك عشان اقولك انها خلصت قهربة جد ما فيش داعي تنزل دلوقتي تمام يا اسمين خلي بالك من نفسك لو احتجت حاجة اتصل بيا فورا ميجي مع السلامة قفل وهو بيبص الانجي فقالت ها خير فيه تاني مفيش حاجة بتقول القهربة جد طب كويس اظن بقى دلوقتي نعرف ننامو احنا متطمينين ان السانيورة مش نايمة في الضلم ولا حاجة هي حرام تصبح على خير يا بيبي يا اسم بيت نهد وهو بيكلم نفسه بيقول دي بقى انها ايام مش فايتة وتاني يوم صح يا اسمين من النوم ملقاش انجي جنبه ام يدور عليها لقاها محضره له فطار جت من وراء وقالت له صباح الخير يا بيبي صباح النور يا حبيبتي انت مرضتش تتاع الشمبيرة ما انت قمصت منك على فكرة لكن برضو ما هنتش علي تنزل النهر ده من غير فطار تسلم ايديك يا حبيبتي قعدوا يفطروا مع بعض وبعدها ام قال انا ايام علشان اروح الشركة انجي بتكلم نفسها وبتقول ما اقول ما اقول مش فاكر انه النهر ده يتجوزنا معلش اكيد متعموم بأسر عليه وخلاه ما يفكرش لكن انا بقى فاكرة وهتضل له مفاجئة يحلف بهته لحياته يا سين رحل عندي ياسمين وخبط وفتحت له عني همالي يا ندمه ملك يا ياسمين في حاجة حصلت لا ابدا مفيش اتفضل ادخل ام الملك معيتك كده ليه مفيش حاجة ايه القهربة عطعت تاني ولا ايه ايه اصلا ما جيتش من مبارح ازاي ما انت كلمتيني بالليل وقلتلي ان القهربة رجعت قلتلك لاني ما حبيتش انك تنزل على ملاوشك في وقت ما اتأخر زي ده الله يسمحك يا ياسمين لا عملت كده بس ما يهمش انا صرفت نفسي واها عدد لا طبعا ما عددش ما كانش لازم تعمل كده على العموم خلاص انا هتصرف لكن الاول خلينا نشوف مشكلة القهربة دي ونحلها انا هتصل دلوقتي بقهربائي ييجي علشان يشوف العطل فين ويصلحوا ما تتعفش نفسك انا هبقى اتصل على القهربائي اللي كان بيجي هنا تتصل عليه ازاي هو انا يعني مش ملعانك ولا ايه لا ابدا والله ما قصدش كده ابدا انا مش هايزك تشيل همي بس وانا لو ما شلتش همك مين هيشيل همك يا ياسمين ياسمين هو انت كل ده مش مستوعبة ان انت بقيت مراتي طب والله بقيت مراتي خلاص انا بقيت جوزك يعني والمسؤول عنك ومسؤول اننا حل كل مشاكلك والمفروض ان كمان انا اللي اتصرف كل حدا تخصك وانت ملك الجاوب اي حاجة نهائي مش فهمة تقصد ايه اقصد ان مشكلة زي بتاع الكهرباء اللي احنا فيها دلوقتي مينفعش انك اللي تصرفي خالص انا الراجل فبالتالي انا المفروض اللي ادور واشوف الحل فين ايه سعلك ده بقى كل حاجة من هنا ورايح فياريت ما تتصرفش من دماغي ولا اي حاجة وترجعي ليه انا الاول خلاص ماشي زي ما تحب انت فطرتي ولا لأ لي مش جاي لنفس ماينفعش الكلام ده انت من يوم ما عمي مات الله يرحمه وانت تقريبا ما بتاكلش حاجة كده هتتعبي صدقني يا سين مش عايزة ما فيش حاجة اسمها مش عايزة اتفضل ليه عادي والفطر انا اللي هجيبهه لي وتكليم انسكات سمع ولا لأ حاضر دخل يا سين المطبخ علشان يحضر لها الفطر وهي قاعدت تستنى كانت حاسة احساس غريبة عليها احساس مش مفهوم اول مرة تحس بي لكن كل اللي كانت فهمها انها مبسوطة باهتمامه ومبسوطة اوي كمان اليوم عدة وانس جيمال بوخة بتحضر نفسها وبتحضر الحفلة الرومانسية اللي هتفاجئ بها يا سين استغربت ان طول اليوم ما تكلمهاش علشان يتطمن عليها زي عدته كل يوم اللي لدخل وهو لسه مرجعش بترن علي مش بيرض عما لا تستنى لحد ما نمت وهي قاعدة على الكنبة فجأة سمعت صوت الباب يتفتح امت تجرى على الباب وهي فرحونة لكن اللي شافته ما كانتش متوقعة ابدا ياسين حبيبي اتأخرت ليه فجأة وطعت كلمها اول ما شافت ياسمين وقفه وقالت ياسمين بتبص الياسين وقالت مالها ياسمين ياسمين وانج بصه البعض وكان التوتر سيد الموقف انج قالت اهلا بك يا ياسمين ولو انها وزورنياني ما بحبش الزيارات المفاجأة ليه ما بلغتنيش يا ياسين اني ياسمين بانت عمك جاية معك كنت جاهز تلها استقبال يلق بها زي ما انت شايف كده كنت مجاهزة صارة خاصة ممنز بتاع الجوازنا انجي احنا لازم نتكلم في حاجات لازم تعرفيها حاجات حاجات زي ايه الاول ياسمين تدخل قوضتها ترتاح قوضتها انا مش فهمة قوضتها دين هي هي ياسمين لها قوضة هنا في البيت وانا مش عارفة ملهاش بس هيبقالها لا ده احنا لازم نتكلم فانا اتفضل يا ياسمين انتظريني في الصالون على ما اتكلم مع جوزي شوية ياسين وهو بيحاول يضغط اعصابه مش الصالون القوضة التانية هتكون بتاعت ياسمين من هنا ورايح انجي بصت له بعصبية وما ردتش وراحت على قوضتهم ياسين قال ياسمين انا مش عايزك تزعلي من معاملة انجي هي بس لسه مش فاهمة حاجة علشان كده متعصبة ولما تفهمها تتعصب اكتر يا ياسمين انا ما كانش لازم اجي هنا ياسمين انت مراتي وده بيتك زي ما هو بيتها ومش عايزك تشغلي بلك بأي حاجة تانية انا هتصرف تعال ادخلك قطك دخلها قدتها وراحلة انجي لقاها روحها جايب عصبية اول لما شفت وقالت ممكن افهم ايه اللي بيحصل وجاي وجايب بنت عمك معك و مش بنت عميه بس مش فاهمة ماشي هتقولي بنت عميه وزي اختي لكن انجي ايه دي وديني فرصة فاهمك ياسمين مش زي اختي ياسمين بقت 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 ايه يا سين ما تنطق تكت ليه ياسمين بقت مراتي بصت لبصد ما اللحظت وبعدها فضلت تتحك تحكيه السيري انجي لو سمحت ايه دي واسمعيني بتقول ايه مراتك لأ 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 انت جاي تهذر معي نص الليل لأ 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 كده كذبت ابريلي يا ياسين انجي لو سمحتي مسكت وفهدو مو وهي بتقول لو سمحت انت يا ياسين لو سمحت اخرج دلوقتي بحالا ماشي المخلوق اللي برا بالزوق بدل ما خرجها انا ومشيها بقلة الزوق وتبقى مش لطيفة في حقك ياسمين مش هتمشي يا انجي ياسمين مراتي انت تجننت مراتك ازاي وزيبت ايه ايه الكلام الفرغ اللي بتقوله ده ياسين ياسين انا اعصى بتعبانة بما في الكفاية لو سمحت انهي السخفة دي دلوقتي حالا انجي هو انت لي مصمم ما تصدقيني انصدق ايه انت تجننت مش كده عاوزنا صدق ان انت تجوزت علي انت سامع انت بتقول ايه انت بتقول انك تجوزت علي ايه عقلي صدق ايه الكلام ده بس دي الحقيقة مش ممكن مش ممكن اصدق انك تعمل فيا كده مضطر مضطر انت بتتكلم بجد بقى يعني البناء ادمى دي مراتك لا انا مش هسمح للتمثيلية البيخة دي تستمر اكتر من كده انا هخرج حالا واتردها انجي لو سمحت ايه دي واسمعيني اهدى اهدى ايه ايه اللي انت بتقوله ده انت سامع نفسك بتقول ايه لا وبتقول هالي بكل بجاحة انك رحت وجوزت علي صدقيني كنت مضطر اعمل كده علشان عمي عمي طلب مني الطلب ده وهو بيموت وانا مقدرت شرفضه عمي جوزني ياسمين بنته لانها وحيدة وملهاش غيري او كان خاف عليها بعد وفاته تكون لوحدها صدقيني اصدقك انت اكبر كدب شفته في حياتي انا مش ممكن اصدقك ولا ممكن اصبحك انا بقرهك يا ياسين ثبت وخرجت وهو خرج بيحاول يسيطر عليها ويقول انجي استني واسمعيني انت خائن انت اكبر كدب انه شفته في حياتي طلقني يا ياسين انا بقرهك انجي انجي حبيبتي اهدي اهدي ارجوك ارجوك اسمعيني انا فاهمك كل حاجة مش عايز افهم منك حاجة انا عايز اتطلق بقولك يا ياسمين اعضف قدتها وحتى ايدها على ودنها مش عايزة تسمع اصوتهم وكلامهم وبتكلم نفسها وتقول انت السبب انت اللي دمرت لهم حياتهم ما كانش لازم تسمع كلامه وتيجي هنا حياته هتبص بسببي انا لازم امشي فتحت باب القودة وقربت منهم ولسه هتكلم لقات انجي بتهجم عليها تضربها ويابتقول انت كمان لك انت وريني وشك خطفتي جوزي وخلتي يتجوزك وقيت مع الحدي هنا برقلك انجي انت تقن انت ايه اللي انت بتعملي ده ابعدي ايدك عنها انا بقولك اهو ولو ما بقتش انا هتعمل ايه زوج العزيز هتضربني انجي ايدي ايدي وخلينا نتكلم ونحل كل حاجة بالعقل ما فيش اي حاجة هتتحل الحل الوحيد انك تطلق واحدة فينا انا استحالة عيش معك في نفس البيت تبدي لها حل ياسمين هتعود هنا مؤقتا لحد ما نشوف حل كنا عليني يا استاذ ياسين انا مقبلش جوزي الجوز علي قدامك حل من اللي اتنين يتطلقها دلوقتي حالا وننسى اللي حصل يا اما يا اما ايه يا اما اطلقني انا يا ياسين ثابتهم ودخلت قضتها ورزعت الباب ياسين انا ادخل قطك يا ياسمين انا بس كنت قلتلك ادخل قطك يا ياسمين وبعد انتكلم ثابها ودخل لانجي لقى هبت لمهدمة في قلب ايه الجنان اللي بتعملي دا اما داني ما تميدش ايدك دا علي انجي لو سمحت عقلي عقل هو انت خلت فيها عقل انا كنت قادة بستنعك علشان نحتفل بعد جوزنا لقيت داخل علي بمرتك جديدة صدقيني انكوزتها لشان عمي انجي يا روحي انا بحبك بحبك وانت عرفاني روحي فيكي ارجوك ما تتخلش عني وقدري موقفي انا ما اقدر شاعش من غيرك حضنها واستغل انها سقطت للاحظات وقال ارجوك اقف جنبي انا محتاج الجنبي لازم تدعمني وتفهميني انا عملت كده علشان عمي مش اكتر جاوزي من ياسمين بدفع انساني صدقيني جاوزنا هيفضل على الورق مش اكتر صدقيني يا حبيبتي انا اللي كونت ليه وبس حضنته انفجرت في البكاء وهو تناهد لانه ضمان انها خلاص اقتنعت بكلامه فضلي طبطب عليها ويقول ايه دي يا حبيبتي ايه دي يا روحي انا بحبك انتي وبس والله بحبك انتي ايه دي خلاص مفيش اي حاجة تتغير بوجودها هنا انا وانت البعض مهما حصل تعالي بس يا حبيبتي تعالي ارتاحي وانا هفضل جنبك مش هسيبك ابدا وعندي ياسمين بيكلم نفسها وبتقول انا مش هسمح له يخرب حياته علشاني انا لازم اتصرف لازم اعمل اي حاجة وهو مش معقول هفضل قعدة تفرغ على بيته وهو بيتخرب بسببه واسكت الباب اتفتح ودخل ياسين امت وقفت وقالت ياسين هايزة اتكلم معك شو لو سمحتي ياسمين انا مش ادر اتكلم دلوقتي ابدا بس يا ياسمين لو سمحتي انا تعبان اتفضلي زبط قطك ورص حكتك انا هدخل انام وبقران اتكلم تسبح على خير سابها وخرج وهي بتقول حتى مدنش فرصة تكلم دلوقتي هتكلم بعضين والتاني يوم انجي صحيت من النوم دخلت تحضر لياسين الفطار ووقفة بتكلم نفسها وبتقول يظهر اني مفيش قد محل غير كده سمحني يا حبيبي انت اللي اضطرتني اعمل فيك كده طلعت من جبهة الدواء اللي عطته لها صحبتها وحطت منه فينجان القهوة بتاع ياسين وراح تحضرت الفطار على السفرة ورجي ياسم من القوضة لأهم حضر الفطار قال لها تسلم ايديك حبيبتي قاعد يفتر وهو بيبص على باب قوضة ياسمين فقالت في حاجة ولا ايه لأ ابدا مفيش بس يعني لو كنا نخبط على ياسمين علشان تفتر معنا بالمرة هابيعني ما يصحش ما تشغلش بلك انت بهد الوقتي هي خلاص بقت صحبت بيت تبقى تقوم تعمل لنفسها الفطار ولا ايه ايه اللي تشوفيه ياسين خرق وهي فضلت تستنى ياسمين تخرج من القوضة لكن ياسمين حبسة نفسها في قوضتها وعمالة تبكيه وبتكلم نفسها وتقول انا اللهم ملت في نفسي ده مكنش ينفق جماعة لحنة غبية يا اسمين غبية سمعت ازان المغرب بيقزن خرجت علشان تروح تتوضى لكن في طرقها لفت انتبهها كلام انجي وقفت تسمع غزبا عنها انجي في قوضتها بتتكلم وبتقول ايه حطيت له من الدوة اللي قلت لعليه اهم حاجة دلوقتي الدوة ده تأثيره هيبين امتى انت اقنعتيني ان تأثيره سريع ايه طبعا عايزة كل حاجة تخلص في اسرع وقت لازم ارد له الالم اللي الدهو لي لما اتجاوز بنت عمه هو انفقرني هنسها ولا ايه انا اذا كنت مرضى تشطط لق وفضلت معه فانا عملت كده علشان عارف انتقلمه بس ياسمين كانت مصدومة من اللي بتسمعه طلعت تقري ودخلت قوضتها تاني وهي بتقول وبعدين انا لازم ابلغ ياسمين بالاسماته ماينفعش اسيبه كده على عماه اخر اليوم رجع ياسمين من برا كانت انجم حضره للعشان وطبعا كانت حطوله فيه الدواء قعدت عشان وهو عني علبة بقوضة ياسمين فقالت ما تقلقش لسه عايشة ما متتش هي ما خرجتش من قوضتها خالص ولا ايه ما عرفش هو انا المفردة رائبها ولا ايه لا ابدا انا بس كنت عايزة تطمن عليها اخذ صنية الاكل دي وادخل لها لو سمحتي ياسين لو سمحت انت يا انجي دي مهما كم بنت عمي وبالفعل اخذ صنية الاكل ودخل لها اول لما دخل وقفت وقلت خويس انك جيد انا مستنيك من بدري فيه ياسمين حصل حاجة ولا ايه ايوه فيه حاجة مهمة انت لازم تعرفها حكيت له ياسمين على اللي سمعته وكان مصدومه بيقول مش معقول مش قادرة صدق ياسين انا عارفة انك بتحب انجي جدا واكيد مصدوم من اللي حكيته لك بس ورحمة بابا انا مجدب تعليق بحرفي من اللي قلته بص لها وما ردش وسبها وخرج دخل قوضة انجي لقى همسكة التليفون اول لما شفت افلتو فقال ايه يا حبيبتي كنت بتكلمي حد ولا ايه لا افضل كنت بعمل سرشة على حاجة بس ها اتطمنت على بنت عمك ايوه تمام انا هنام تصبح الاخير مثل انه نام وفضل مستنيها لحد ما تأكد انه رحت في النوم مسك تليفونها وفضل يقلب فيه لحد ما لها بتبحث على اسم الدواء بيسبب العقم على المدى الطويل وتأكد من صدق كلام ياسمين كان مصدوم ومش قادر يصدق وبيكلم نفسه وبيقول ما قول يا انجي ما قول تعملي فيها كده كل ده علشان ايه تنتقميه بس فضل يقلب في تليفونها لأول مرة في حياته شاف الرسائل اللي بينها وبين الدكتور اللي عمل لها التحليل المزورة اللي بتثبت ان ياسين مش بيخلف واكتشف الحقيقة ان العب فيها هي انجي صحيط منهم تاني يوم لقات ورقة طلقها جنبها على السرير ومعها تحليل الزكورة اللي عمله ياسين وعرف منه الحقيقة اما ياسين خد ياسمين ورجع على شقة عمه ياسمين قعد جنبه وقالت ياسين لحد امتى تفضل قاعد ساكت كده ومش بتتكلم تبقل اي حاجة هقول ايه بس ياسمين انا كويس متألقيش كويس ازاي بس وانت في الحالة دي تمحها ياسين انت لسه بتحبها بصلها وبتسم بسخرية وقال وحتى لو لسه بحبها اسمحها ازاي بعد ما خدعتني السنين دي كلها ووهمتني اني لعب فيها وفي كل مشكلة كانت بتفضل تسمي بدني بكلامها علشان خاطر بس تفضل محافظة على كبرياها قدامي اسمحها ازاي وهي كانت بتحطي للدواء في الاكل وعايزة تسبب لعقب علشان ابقى فعلا ما بخلفش اسمحها لاقي ولا ايه حتى لو كنت بحبها من فاش سمحها اللي عملته الحب مش كل حاجة بس انت تعبن ومدهي انك طلقتها مش مدهي اني طلقتها مدهي اني صدمت فيها على العموم كل ده هيعدي ما تشغلش بلك انت بحاجة وركزه في صحيتك قوليلي اكلتي ولا لا مالش نفس برضو مالكش نفس طب ايه رأيك بقى انها خليك تكل غزبا عنك لو هتاكل معايا هاكل غير كده لا بتساوي مني يعني ماشي يا ستي وانا رادي خليك اعندك ده معززة مقرمة وانا هعملك شوية اكل على مزاجك يدي اكله وافتا تفرج عليك اهو بالمرة اتعلم منك علشان اطبخ لك بعد كده يا سلام ده شرف لي يا زوجة العزيزة وراء على المطبخ ياسمينة بتسمت بفرحة كبيرة لانه نسبها لها بكل صراحة ووضوح وراحت وراء على المطبخ ووقفت تتفرج عليه وهو بيحضر الأكل وبتسمتها مفرقتش وشها ياسم بيأكلها ببقها ويقول ده ايه كده وقلي رأيت بصت فاني وتاهيت فيهم وهو فضل باصص لها وسرح فيه نعينها اللي اكتشف جذبيته لأول مرة وفجأة شم ورحة شياط ياسمين وهي اللي لسه بصله بتقول ايه الرحة دي دي رحة حاجة بتتحرق ياسمين وهو مركز معها وبيبصلها دي تقريبا رحة الحب الحب والا عفت دورة ياسمين دحكت من قلبها وهو دحكت معها وفجأة بصت للبتجاز وقلب بفزع الحقيقة ياسمين الأكل تحرق ينهر بيد ده بص خالص يخصار طب هنأكل اي دلوقتي هنعمل غيره مش مهم اي حاجة تبوز ممكن تصلح تلمحنا سوا اهم حاجة نبنى حياتنا على الصراحة والحب والسد مش كده ما اقحق اهم حاجة الصراحة والحب والسد انا بجد حبيتك يا ياسمين هنا بحبك من زمني يا ياسمين استوب لحد هنا هو بكده تكون خلصت حكايتنا واستنوني في حكايت ورواية تانية كتير دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته